بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأولياء وتلميذ السنة الخامسة ابتدائي اليوم إن شاء الله رح نتكلم شوي على برنامج الثلاثي الأول كيفاش نصف حيوان ورح نحل هذا الامتحال النموذجي تحضيرا للامتحالات للفصل الأول إن شاء الله نتمنى أنه الجميع يشارك بالقناة حتى يدعمونا وتشاركوا الفيديو هذا مع الأصدقاء والزملاء التعكم اللي يحتاجوه إذن في الوحدة الأولى رح نقرأ كيفاش نصف حيوان إذن كيف يقرأ أهم شيء هنا في لديسكريبسيون دان أنيمال أن نقولو الأنيمال هذا أسكو ستا أنيمال سوفاج والله ستا أنيمال دوميستيك هذه النقطة الأولى سجلوها يا الأولياء من فضلكم والأبناء يعني في التعبير اللي هو عليه أربع نقاط أول شيء نقولو أسكو الأنيمال هذا أسكو ستا أنيمال سوفاج ولا ستا أنيمال دوميستيك par exemple نقولو هنا نقولو مثلا للو إتا أنيمال سوفاج هذه ستا أبخومية هذه المعلومة الأولى المعلومة الثانية اللي نقدموها في لابرودكسيون إكريت اللي هي وين يعيش نقولو إل في دان لفورة يعيشو في الغابات والجبال إل في دان لفورة وبعد نقولو على ماذا يتغذى إل سنغي أو إل منج ثم آخر شيء في التعبير اللي هي الجملة الرابعة نقولو ماذا لديه إل أ لديه إل أ كاتخوبات أربعة أرجل إل لانغ ك رح نقرى الناس تبعوا ما يملح سجلوا الملاحظات في كراس أو في أجندة حتى نتمكن سويا من تحقيق أفضل النتائج بإذن الله كما لا تنسوا أن تدعو لنا يعني تدعونا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله في الدراسة فنحنو أيضا طلبا إذن للو للو إتا ناني مال سوواج يعني للو إتا ناني مال هاي اللولة سوواج سوواج بمعنى حيوان متوحش يعني معي شمال إنسان إذن الجملة هذه هذه جملة عبارة على جملة ستندار نستفادو منها في التعبير اللي يعطوهانا في الامتحانات إذن الجملة سواجه إغري للو للو يعني لفارو نتائجو إغري إلا كاتخوات لديه أربعة أرجل إين لانغ ك وذي لون طاويل إلا أوسي لديه أيضا دهغريف ما خالب مناطق إلا كاتخوات مناطق إلا كرق إلا كتخوات إلا كنتك إلا كتخوات خاتخوات خاتخوات جدا يعني قائي يعني لتشكر سيما زغبه لأشار لكتخوات لتشكر لأهمتا لفاريس والطاويل يعطوه للو إذن جذر يزر إلا كر إلا شمال انطق الفاريس يذر إلا حيوانات ساقيرا سؤال الأول هذا النص يتكلم إذن يتكلم عن الامتحان موجود في الموقع الأول موجود في موقع السؤال الثاني أين يعيش الذئب؟ هذا سؤال دائما ما يتكرر دائما يقول لك أين يعيش الذئب أو أين يعيش هذا الحيوان إذن هذا الموجود هنا في النص سؤال البعد نبدأ بالأدجكتف كاردينال يعني صفة رقمية صفة عادية أدجكتف دوكولار يعني صفة كونتا رقم أدجكتف دوكولار يعني صفة لون من الألوان إذن شوفوا من النص نبدأ نبدأ بالأدجكتف كاردينال أدجكتف كاردينال يعني عدد أي هنا عدنا هنا كاتخ كاتخ يعني أربعة كاتخ إذن هذه نديروها في الأدجكتف كاردينال ثم الثانية أدجكتف أدخيبو أدجكتف أدخيبو يعني يكون بعد أنفر بديتا يكون أبري أنفر بديتا عدنا هنا مثلا نقدرون قولو روزي هاي روزي لأنها جات بعد البر بديتا للو إتغي جدو روزي مكار أو جدو مخادع دونك هنا البر الأدجكتف أدخيبو يكون أبري أنفر بديتا يكون بعد أنفر بديتا دونك للو إي روزي يعني أصل تقدير الكلام أنو للو إي روزي مخادع ولكن زدنا تغي بشن بينا بلي مخادع جدا تغي روزي وبيتا دي روزي سيطان أدجكتف أدخيبو أما الأدجكتف دو كولار إي هنا عدنا غري هذه غري سيطان أدجكتف دو كولار أدجكتف تغ كولار إذن كملنا ملجدول كمпلاة أربعة كمпلاة إي شاس لِي پتِي آنِمو نو هنا سهلا نقولو نو شاسان نو شاسان O ن اس س أدجكتف ان ت أدخي سوجس رقم خمسان سوجس أدعي أدعي يقول لك سطر على هذا الوحي كنت تفضل على تدريه يقول لك سطر على هذا الوحي ، قيدة normalmente ، بلو الوغط بلوغط 〈نجزل الوغط بلوغط جل يقياد بلوغط بشكل بلوغط بشكل بلوغط بلوغط دوغط بشكل بلوغط سيد بلوغط بلوغط دوغط بيري diligence بشكل بشكل بريد بتب Genau إذن هنا وش راح نديرو كلمة غريف هنا نزيدوها أف تولي لغريف وش نزيدوها أس لأنها اسم بينما كلمة سامبل وش نديرو لها نديرو لها أَنْتِ لأنه الverب ما نزيدو لوش أس دغريف أس لغريف سامبل أَنْتِ هنا درنا أَنْتِ لأنها مصرفة معا لغريف تعاوذ أل في الحالة هذه درنا لها أَنْتِ لأنها تعاوذ أل عفك أس لغريف سامبل أَنْتِ ونزيدو لها أس ونزيدو لها أس لغريف إذن لغريف أس سامبل أَنْتِ ونزيدو لها أس الآن نروحو للموضعية الإدماجية قالك تُوِي عَلَيْ وزوَاوَكْ تَفَمِيهِ ذهبت إلى حديقة الحيونة مع إلتك تُوَيَا بُكُوْ أَمِي لُغَنَرْ وَأَحْبَبْتَ لُغَنَرْ لِي هُوَا الثَّعْلَبْ اكِّرِيَا نكورتكس اكتب فاقرة من 4 إلى 5 جمال pour décrire pour décrire بشتصفها 7 animaux لاتي camarاد de classe لول conjugal les verbes le présent utilise 3e perso de singulier سعمل مَتَنْ سَلْمَجُسْكُلُ وَلَبْوَنْ وِيسْتَعْمَلْ الْجَدْوَلِ الْمَوْجُودُ هُونَ إِذَنْ عَدْنَا الْغَنَرْ بَلَاجْ لِي بَاتْ الْأَرْجُلُ سَا پَتِتِتَتَتْ رَأْسُهُ السَّغِيرُ وَعَدْنَا الْوَرْبَ أَتْخْ نسَعْمَلُوْ فِي التَّعْرِيفُ وَأَوَوَرْ افتِتَ يَسْكُنْ وَوَوَوْفِي غِيَعِيشُ وَسُنُّغِيْغَ يَتَعْرَذَّ وَوَوْبُوْتَ يَحْمِلُوْ ثُمَّا أَنْ عَنِمَالِ سَوَّعَجْ حَيَوَانْ مُتَوَاحِشُ يَعِيشُفْلِ لِي فَرَيْتِ اِلْمَنْتَنِي الْغَابَتْ وَالْجِبَالِ دي پتیز آنیمو ای دي پلانت یعنی تغذع لحیوانات السغیر و النباتات دي پتیز آغای او دونين سغیرتين این لانگ که توفو والاو دایلون طاویل توفو مارن، بلان، کورت، هذی اصفات دي مستاش فین یعنی لديه یعنی مستاش، عندو مستاش فین یعنی راکک اهنا اوش راح نقولو انا اوش راح ندیرو هنه راح ندیرو تامرین تحلو هنه فالتعليقات ارجو ان الجمیع يلتزم و راح ندیر جادوغ اللی عبر، یعنی دیر لی تعبیر مليح وش راح ندیرو؟ راح نمليح عليكم راح نقولو لغناخ اتن آنیمال سوفاج نبدو باللوله هذی لغناخ ا ا ا ا ا س ت اتن آنیمال سوفاج یعنی حیوان مفترس وندیرو نقطه، پوان، نقطه ایل، ذی، یعیشو ای موجوده حتی فالنص ای موجوده هنه، فالنص ایل، ذی، موجوده هنه، ناخده منها یعنی الجمیل هذی ناخده ها کما هی ثم الجمیل هذی ایضا ناخده ها کما هی لانو الثعلب والذئب یعیشو في نفس المكان ایل، في دان لفغه ایل، موجوده هنه، موجوده هنه، موجوده هنه، موجوده هنه، نقطه ثم نقولو، ایل سنه، ایل، ما هنه، نقولنه، لونه، یعیشو لولا قنا، للو، ایتا، لناخ ایتا، ایتاgas، ایتا���ه، موجوده هنه، موجوده هنه، موجوده هنه، آیه، نقطه آ سهنه، ایل موجوده هنه، بین تاستیشو ويوجد زوجته فأنتهي ويوجد سنعوده باليسون نغي د بلانت اي دو بتي انيمو يتغذى على النباتات والحيوانات الصغيرة ثم الآن نقول ماذا لديه ماذا يملك وماذا لديه نكبروا شوي لطاي ونديروها بالغوث ثم الآن نقول ماذا لديه يل لديه يل لديه 4 بات 4 بات لديه 4 بات أرجل و اين لانغ كو وذي لن طوي اين لانغ كو توفو إذن جو ريپت نحاو كونا نكتبو لغونار 4 4 أرجل أي موجودة هنا في الفوق اين لانغ كو وذي لن طويل اين لانغ كو إلى هنا نقول قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أنكم قد استفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدينة 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 ل